الفرنسية والإنجليزية تعتبروا لغاتين أساسيتين يعني ضروري وحد النهار خاصهم يكونوا عندك بغض النظر على أنت اليوم كيف دير فيهم وشدهم بجوج ولا ضابط غير واحدة فيهم ولا بقي على الله كيف ما بغي كل مستوى ديالك فيهم اليوم ما يهمش المهم هو تدير قدامك وحد العام والعامين وقل فوالا من هنا خاصة أن يكون وصلت لهذا المستوى وتبدأ تخدم عليه من دابع ولكن قبل تم توضع اللغة اللي أبحثتك تقرأ هل أبحث في لدوما يقولين فترينبا الأنجليزية هي اللغة العالم oh! ما لده يتحدث بالفرنسية سنضيعف هذه الشعون وروح ذلك حين كنت لا تفضل عامان complex من هنا تلك اللغة الأجنبية الأولى وأما هي النُق��요 اه ... صحيحي كيف سنتك أو يتحدث كاتلabord حسنا joinmen فرنسي أو الل reload سوف تعلم وتنحل مقطعها إذا قبكتكم معي نحن الى التواصل ستشده و تريد أن تدبع على رأسك أو قبل قاع من هذا الشيء ستريد أن تدوز غير شيء صعش و تريد أن تدوز شيء معه و تريد أن تدوز له نفس الشيء الذي تريد أن تدوز و تجعلك الفرصة لتدوز مقابلة الشفوية ستريد أن تساوله و ستحضر معه خلقك الغير في الصيف و تريد ان تحضر في مكان و كيف ستتحضر؟ الفرنسية إذاً اليوم معدك في المغرب فرحة تتحضر أن تقرأ فرنسية هي الأول و تريد أن تفكر بحرارة مختلفة و لن تريد أن تخرج على المغرب أو لا تتحضر حر على الإنترنت فرحة تحتاج الفرنسية وحتى لك أن تفكر أن تخرج خارج المغرب وتكمل قرائتك ومن بعد ترجع هنا فأنا أكبر من الذي ستترجع ستتحسسس الفرنسي إذن هي فيك فيك إذن ستقرأ الفرنسي ومن بعد تدوزه للانجلي ولا تقدر تقرأهم في مرة واحدة قرأهم وفي حالة أنت تدوز شي امتحان أو شي سكايب مع شي جامعة أو مدرسة خارج المغرب وعندك الامتحان قريب وستدوز بالانجلي فهنا سأقول لك قرأها هي الأولى وأصلاً حناية اليومة سألت بلد شبه فرنكفوني الفرنسية والتي لدينا هي اللغة الأم العربية دعوها مع والدك في الدار في الدين وفي الروايثك تقرأ أما الذي سيضملك المستقبل هي الفرنسية والانجليزية لذلك قرأ الفرنسي وصل فيها لشي نيفو مزيان ومن بعد تدوز الانجلي وهكذا أهلاً هذا كل شيء في هذا الفيديو اليوم وأنا سألتك أعطيك لذلك أعطيك لذلك أعطيك لذلك رائع اشتركوا في القناة